دراجه بطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ وهو صغير ودي بتكون اخت بوجة وباليوم هما الاثنين بيحبوا بعض جداً وبيخف عليها وبنعرف انها اهم حاجة في حياته وتاني يوم بيروحوا المعبد وبيكونوا وقفين قدام الاصنام لكن تكور بيشوفها بالصدفة وبيعجب بها جداً ومش قادر يشيل اينه من عليها وبيبعت الكاهن للبيت بتاعها وبيطلب ايديها من ابوها وفعلاً بيوفقوا على الجوازة وبيكونوا فرحانين ومحدش مصدق نفسه وعايش في قصر ولما بيكونوا ماشيين بوجة بتطلب منه تاخد اخوها ويعيش معاهم لانه متعلق بيها ومش هيقدر يعيش من غيرها وفعلاً بيوافق وما بيكونش عنده اعتراض ومن ساعتها وهو بيعامله زي اخو الصغير وبعدها بيوصلوا البيت وبيعرف بوجة على اخته جيوتي وبيطلب منها تعاملها زي بنتها وتعوضها عن امها اللي ماتت وفعلاً العيلة بتتجمع وبيبدأوا حياة جديدة مع بعض وبعدها بتعد السنين وراجو بيكبر وبيعمل عربية جديدة لتاكور لانه بيحبه جداً وبيشكره علشان مخليه عايش مع اخته ودايماً بيقلم نفسه قدامه لكن تاكور بيرفض كلامه وبيقوله انت اخوة صغير وبعدها بيركبه العربية علشان يروحوا المعبد ولما بيوصلوا هناك بيعملوا الاحتفال السنوي بتاعهم وتاني يوم راجو بيعرف ان جيوتي راجع القرية بعد ما خلصت تعلمها وبيكون فرحان جداً ومش عارف يصدق نفسه وبعدها بيروح المحطة وبيلاقيها مستنياة لكن شكلها غريب ولابسها دوم قصير فبيقولها ستوري نفسك ده لو اللعمة شافك هيفتح وبعدها بيخدها البيت وبيرحبوا بيها وبيكونوا فرحانين انها رجعت تاني وبعد فترة راجو وتاكور بيكونوا ماشيين بالعربية وبيلاقوا الشرطة بتضرب الفلاحين ومش عارفين السبب فبيروح تاكور يدافع عنهم وعايز يفهم ايلي بيحصل لكن الزابط بيقوله انت مالك وبيمدي ايده عليه وده بيخلي راجو متدايق وبيفضل يدرب فيهم ومحدش منهم بيكون قادر يقف قدامه وبيتخلص منهم كلهم ولما بيحاولي موت الزابط فاكور بيمسك ايده وبيمنعه في اللحظة الاخيرة ومن ناحية تانية دي واحد اسمها فشالي وده بيكون اخوها جا جندر وبيستغلها علشان ترقس للناس ويجمع الفلوس من وراها ولما بنروح لجيوتي بنلاقيها موجودة مع راجو وبيبان عليها انها بتحبه وبتحاول دايما تتقرب منه لكن هو عامل حدود معها لانها غنية ومتعلمة وهو فقير وما بيعرفش يكتب او يقرأ ولما بيجي الليل بتمثل عليه انها ما بتشوفش حاجة من بعد الساعة سبعة وده اسمه عامة ليلي وراحت لكل الدكاترة ومحدش عارف يعلاجها وبتطلب منه يتجاوزها لانه الوحيد اللي ممكن يستحمل مرضها وطبعا هي بتستهب اللي انها بتحبه وبتحاول انها تصعب عليه وهو علشان غلبان وعلانياته بيصدق كلامها وبدأ انها ترجع تشوف تاني ومن ناحية تانية في شالي بتكون مع اخوها وبتكرر انها تروح المعبد ولما بتوصل هناك بتلاقي تقر قدامها وبتعجب جدا بيه فبتروح للعربية بتاعته وبتعمل خطة وبتفك امان العجل وهو بيركبه ما بيكونش مدي اي اخوانة لكن في الطريق العربية بتتقلب بيه وبيكون مصاب جدا وهي بتلاقيها فرصة وبتروح تتعرف عليه وبتحاول تساعده وبعدها بتاخده لبيتها وبتمثل انها بتعالجه وللاسف بتفضل تغويه لحد ما بيضعف قصادها ومن هنا هتبدأ المشاكل ومن ناحية تانية جيوتي لسه بتمثل على راجه انها عمية وبتستغل نوعبيت وبيصدق اي حاجة بتتقله فبيكرر تاني يوم يروح المعبد وعايز يعمل تقوس علشان جيوتي نظرها يرجع لها وبيولع الشامع في ايديه وبيطلع سلالة من المعبد كلها على رجبته ورجليه بتكون متعورة وسايح في دمه والنار بتاكل في ايديه لحد ما بتوصله جيوتي في اللحظة الاخيرة وبتتأسف له لانها كدبت عليك وبتقول له انا بحبك وانت دايما عايز تجاوزني لحد غني وشايف نفسك اقل مني فقررت اجد بيمكن اصعب عليك وتوافق تتجاوزني فبيتداق جدا وبيضربها بالقلم على وشها وبيقول لها انا كنت خايف عليك ومستهد اعمل اي حاجة علشانك وما كنتش بنام طول الايام اللي فاتت وبفكر في مشكلتك وانا مستحيلة سامحك لانك كدبت علي ومش عايز اشوفك تاني وفي نفس الوقت هي بتحاول تأذي نفسها وتعمل عينها فعلا فبيمنعها وبينقصها في اللحظة الاخيرة وهم اللي اتنين بيرجعوا البعض وتاني يوم راجو بيشوف شالي موجودة في عربية تكور وبيقولها تنزل لانها راجبة مكان اخته لكن بترفض تسمع كلامه وبتتريع عليه فبيمسكها من ايديها وبيرميها على الارض قدام كل الناس وبعدها بيدرب اخوها ورجالته ومحدش منهم بيكون قادر عليه وبيتخلص منهم كلهم ولما بيرجع البيت تكور بيزعقله علشان ضرف فشالي فبيدافع عن نفسه وبيقول له دي عربيتك انت واختي وما ينفعش حد يركبها غيركم فبيقول له مش انت اللي هتعرفني مين يركب ومين ما يركبش وبيؤمره يروح لفشالي ويقتزر لها على كل حاجة عملها وهو بيكون رفد كلامه لكن بيوافق في الاخر غصب عنه وبينلاقيه عمال بيعيط علشان هيزل نفسه وخايف على بيت اخته لايتخارب وممكن تكور يبعده عنها وفعلا بيروح لفشالي لكن بتحاول تغويه وتصرفاتها كلها غريبة فبيضربها بالقلم على وشها وبيوقفها عند حدها ولما بيرجع البيت دي يوتي بتفضل تلوم عليه وبتقول له لحد امتى هتفضل ملكش شخصية وبتسمع كلام اخوها في كل حاجة فبيقول لها علشان بيحبه اختي ومستعدة تزل وعيش خدام طول العمر المهمة شوفها دايما سعيدة ودوم عمتقربش لعينيها وبوجة بتكون وقفة ومتأثرة جدا بكلام اخوها وتاني يوم تكور بيروح المعبد وبيكون معاه في شالي علشان يعمله الاحتفال السنوي لكن راجو بيرفض ياخد مكان اخته وبيقرر لأول مرة ما يسمعش كلام تكور ويقف قدامه وبيخلي شكله وحش جدا قدام الناس وبيرفع السلاح وبيهددهم اللي هيدخل المعبد هيموته فبيضطر تكور في الوقت ده يسيب المكان ويمشي ولما راجو بيرجع البيت بيقف قدامه ويمنع من الدخول وبيقول له ما تنساش ان الخدام عندي وانا اللي بقى اكلك وبشربك وخليتك انسان محترم وبعدها بيترده برا البيت وراجو بيكون متفاجئ جدا من كلامه وبيقول له انا همشي بس هاخد جيوتي معايا لان انا بنحب بعض فتكور بيمسك السيف وبيكون عايزي موته وهو بيدافع عن نفسه وبيطلب من جيوتي تمشي معاه لكن بترفض وبتقول له انا اختي سيدك وانت عبدة عندنا ومستحيلة تجوز واحد فشل زيك فبيفضل يعيط وما بيكونش مصدق الكلام اللي بيسمعه وبيسأل اخته هو انا خدام فعلا فبتقول له ايوة خدام وكنت دايما عبدي ليهم ودلوقتي هما مش محتاجين ليك وانا السبب لاني خليتك تعيش معايا من زمان وبتكون زعلنة جدا على اخوها وبعدها بتطرده برا البيت ومش عايزة تشوفه تاني وهو فعلا بيسمع كلامها وبيكون ماشي وعمال بيعيط وصعبنا نفسه عليه وبيرجع لابوه وامه ولسه مش قادر يصدق كل اللي بيحصل له وتاني يوم جيوتي بتروح للراجو وبتأسف له على كل حاجة وبتقول له انها عملت كده علشان اخوها ما يقتلهوش لكن بيرفد كلامها وبيقول لها انا فعلا كنت خدام عندكم وما كانش ينفى احب واحدة غنية زيك وبعدها بيسيبها ويمشي فبتضطر تعمل خطة وبتمثل انها بتغرق في المياه لحد ما بيروح لها وبيقدر ينقذها في اللحظة الاخيرة وبيسمحها ومن ناحية تانية تاكور بيكتب بيته والمزرعة باسم فشالي وبتزل عنهم وبعد فترة جاجندر بيطرد الفلاحين من الاراضي زراعية وكلهم بيروح يشتكوا الراجو علشان ينقذهم من اللي بيحصل وفي الوقت ده بيعرف ان في شالي واخوها استولوا على اراضي تاكور فبيبلغ الشرطة وبيروح بيتها وباتهمها انها بتمارس الدعارة علشان تتسجن لكن بيتفاجئ ان تاكور موجود معاها وبيكون في حالة صدمة وفي الوقت ده بيعرف تاكور ان راجو هو اللي بلغ الشرطة عنه فبيقرر يحمي نفسه من السجن ويتجاوز فشالي وراجو بيحاول يمنعه علشان حياة اخته ما تتدمرش لكن للأسف ما بيكونش عارف وبيتجاوز اغصب عنه وبنلاقي عمال بيعيط ومش قادر يصدق اللي حصل وتاني يوم بيروح له البيت وبيترجاي سامحه لانه ما كانش يعرف انه موجود عند فشالي لكن بيرفض اعتذاره وبيقول له بوجا لو عايزة تعيش معايا اعتبر اهلك مات ومش هتشوفيهم تاني وراجو بيفضل يتزلل ليه علشان ما يحرمهوش من اخته لكن للأسف ما فيش فايدة وبوجا بتكرر تفضل مع تكور وبتضحي باهلها كلهم وبتطلب منهم يسمحوها وبعد فترة ابوها ما بيقدرش يستحمل الصدمة لانه مش هيعرف يشوف انته تاني وللأسف بيطلع في الروح وبيموت قدام مراته ولما راجو بيرجع البيت بيفضل يعيط وبيستسلم للامر الواقع وبعدها بيعمله مراسم الجنازة بتاعته ورادها بتوصل في اللحظة الاخيرة وبتكون واقفة على البر التاني وما بتقدرش تروح تشوف ابوها لانها خايفة من جزء لا يطلقها وبتكون في حالة صدمة ومش عارفة تستوعب ازاي كل ده بيحصل ومن ناحية تانية جاجاندر بيشوف جيوتي في الطريق وبيحاول يتحرش بيها لكن راجو بيوصل لها وبيفضل يضرب فيه وما بيخليش حد يلمسها وبيقوله دمراتي في المستقبل وبيحذر ويقرب منها وتاني يوم تاكور بيعرف بالكلام اللي قاله راجو فبيقرر يجاوز اخته لجاجاندر غزب عنها لكن هي بتعترض وبترفض ترتبط بيه وبوجة بتحاول تمنعه وعايزة تحميه من الشر اللي جواه وبتقوله جاجاندر بيشغل اخته في الاعمال المشبوهة واكيد هيخليش جيوتي تعمل زيها وفعلا بيتأثر بكلامها جدا وبيقرر يطرده برا المكان لكن بيقوله انت اللي هتخرج برا لانك تنزلت عن البيت لاختي وفعلا بيسمع كلامه وما بيكونش قادر يرجع حقه وبالشكل ده بيخسر كل املاكه وبعدها بيروح لبيت بوجة وبيطلب منهم السماح على كل حاجة عملها فيهم ولما راجو بيعرف اللي حصل بيكون متضايق جدا وبياخد السيف بتاعه وعايز انتقم منهم وفي الوقت ده بوجة بتكتشف ان اخوها رايح يموتهم فبتحاول تلحاوه قبل ما يعمل اي حاجة ومن ناحية تانية فيشغل بتزعع لجاجاندر لانه طرد تاكور برا البيت وبتقوله اده الراجل الوحيد الحافظ عليها وكان عايزها تسيب اعمالها المشبوهة فبيقرر يموتها علشان هتبوز له كل حاجة بيعملها وفي اللحظة الاخيرة بوجة بتوصل للمكان وبتشوفه هو بيقتلها وبعدها بتحاول تهرب من رجالته قبل ما يمسكوها وفي نفس الوقت راجو بيفضل يضرب رجالة جاجاندر وعايزين يمنعهم من دخول القصر لكن بيعرف ان الشرطة قبضت على تاكور بتهمت ان وقت الفشالي فبيقرر يروح الاسم ويعترف على نفسه بالكتب ويقول ان هو اللي موتها وقل غرض وينكس تاكور ويطلعه من السجن وفعلا الشرطة بتمسكه وبتحبس مكانه ومن ناحية تانية بوجة بتروح المعبد وبتتكلم في المايك علشان تنادي على اخوها وبتعرف اهل القرية الحقيقة وفعلا الرجو بيسمعها وبيحاول يخرج من الحجز وينقذها وبيضرب الزباط والعساكر وبيتخلص منهم كلهم وفي نفس الوقت جاجاندر بيمسك بوجة وعايز موتها لانها الوحيدة اللي شافته هو بيقتل اخته لكن الرجو بيوصل للمكان وبينقذها في اللحظة الاخيرة وبيموتهم واحد واحد وعايز ينتيم على كل حاجة عملوها فيهم وتاكور بيكون موجود معاه وبيبضلوا يضربوهم ومحدش بيكون قادر عليهم وفي الاخر الشرطة بتوصل للمكان وعايزة تقبض على رجو علشان موت في شالي لكن بوجة بتقوله جاجاندر اللي موت اخته وانا شفته كل حاجة فبيقرر جاجاندر يضرب الزابط وبياخد سلاحه وعايز يقت البوجة لكن الرجو بياخده رصاصة مكانها وبعدها بيضرب جاجاندر علشان يحميها وفي النهاية بيجي الحصان وبيقدر يموت جاجاندر وبيخلص عليه وبعدها رجو جيوتي بتجوزه والعيلة كلها بتتجمع تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد